أمر الشاة المسمومة فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر خيبر جاءته زينب بنت الحارث اليهودية بشاة مشوية مسمومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد أكلوا منها ارفعوا أيديكم إنها مسمومة فمات من السم بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت الحارث ما كان الله ليسلطك علي رواه مسلم ثم قتلها صلى الله عليه وسلم بقتلها لبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما ظل يهود خيبر في خيبر يعملون بزراعتها ولهم نصف ثمارها إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قتلوا أحد المسلمين فطلب عمر رضي الله عنهم منهم القاتل فرفضوا فأخرجهم عمر رضي الله عنه من الجزيرة إلى الشام وطهر جزيرة العرب منهم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا فلما ظهر له جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه متفق عليه غزوة ذات الرقاع وقعت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيبر سميت بذلك لأنهم لفوا على أرجولهم الخرق لأنهم لم يكن عندهم أحذية سبب هذه الغزوة هو ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جموعا من غطفان أرادوا غزو المدينة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من أصحابه فلما سمع غطفان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هربوا من كل مكان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان تجمعهم وإذا هو ليس به أحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتركوا في القناة